انطلقت عاقبة صلاة الجمعة المسيرة الرافضة لخطة ضم منطقة الأغوار وذلك أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان للتعبير عن رأي الشارع الأردني المساند لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لمشاريع الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية أردن أردن أردو الحشد أردن أردن أردو الحشد عدم قدرة المشاركين في المسيرة من الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية لم يمنحهم من التعبير عن رأيهم بضرورة وقف كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال الصهيوني على رأس ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز وإغلاق سفارة الاحتلال في عمان من حقنا أن نعبر عن رأينا أمام السفارة الأمريكية وأمام أي مكان في العالم لا يمكن أن يكون مكان في الأردن محمروم أو ممنوع مع الأردنيين أن يعبروا عن رأيهم فيه من حقنا أن نقول أن هذه الإدارة الأمريكية اليوم هي الراعي للإرهاب هي الراعي لقرار الطام هي الراعي لصفقة القرن وأن نعبر عن رفضنا لموقفها وأن نطالبها بالعندول عن هذا الموقف عدوان يتجدد هذه إدارة أمريكية متطرفة عقديا ومتحالفة مع هذا العدو الصهيوني الذي له أجندة فتاكة ومعدية برنامج نتنياهو كان كلمة واحدة الضم وهذه كلمة مضللة الحقيقة هو التهام هذه إسرائيل الكبرى هذه شرعنة المستوطنات هذا التهام 170 مليون متر مكعب من المياه نحن جايين ضد ضم الأغوار الأردنية ضم الضفة التي أصلا أردنية فبالتالي أنا كمواطنة أردنية بقول إحنا مع القضية أصحاب القضية موجودة والأم العربية موجودة الصوت الغاضب الذي انطلق من حناجر المشاركين بالمسيرة أكد على أن الخطط الصهي أمريكية ستنهار أمام صلابة الشعبين الفلسطيني والأردني ولن تمر كما يروج لها ساسة الصهاينة أسامة بليبلي الحقيقة الدولية